طائرات بلا طيار أداة لا غنى عنها للجيش العراقي من أجل استعادة مدينة الموصل بأكملها من أيدي مسلح تنظيم الدولة الإسلامية داعش الشرطة الاتحادية أوضحت أن هذا النوع من الطائرات المسيرة تبرمج وتوجه عن بعد ويتحكم فيها خبراء متخصصون على الأرض وتكون مجهزة بأدوات تسمح لها بأداء المهام المطلوبة منها ومزودة بأجهزة وكاميرات وحتى بقضائف وصواريخ لاستهدافها مواقع داعش نعمل فيها طائرات مسيرة لرصد الإحداثات الخاصة للعدو الداعشي وضربها عن طريق مدفعية الشرطة الاتحادية عملنا هذا من قبل حضرتك لمتابعة كافة أهداف العدو وترصدها ومتابعتها في كل الأوقات ليلا ونهارا في هذه الأثناء وصلت القوات العراقية تقدمها في الجانب الشرقي لمدينة الموصل وسط قصف جوي ومدفعي مكثف استهدف تجمعات التنظيم في محاولة لإرغامه على ترك الأحياء التي لا تزال تحت سيطرته وفتح ثغرة لدخول القوات المشتركة في حين أفادت مصادر أمنية عراقية باستعادة القوات العراقية حي القرامة شرق الموصل بعد معركة عنيفة بين القوات المشتركة وتنظيم الدولة في مناطق متفرقة من الحي وكانت القوات العراقية أعلنت الخميس الماضي انطلاق المرحلة الثانية من معركة استعادة الموصل والتي تسعى فيها للسيطرة على ما تبقى من أحياء الجانب الأيصر أو الضفة الشرقية من الموصل المكونة من 16 حيا بعد أن استعادت نحو 40 حيا خلال شهرين في حين ما زال الجانب الغربي للموصل بقبضة تنظيم داعش ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة